السلام عليكم كيف كنت اشتقتلكني كتير يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير انتو عم تحضروني اليوم احباقي راح نعمل حمص بطحيني على الطريقة التركية بالبداية عندي هون حمص مطحون حتي يطللون ملعة صغيرة من الطحين او الدقيق الابياد بالاضافة طبعا العصر كتير خفيفي من الحامض وايضا سني كتير صغير من التوم نكهة خفيفة حتى يمكن ما تبين ابدا بالاضافة لاربع معالق كبيرة من الطحيني او زيت السمسون يلي راح يعطينا نكا جدا رائعة وراح نخلطن كل اياتن بقلب بعض هتقولولي كتير كتر تجو معنا زيت السمسم او لطحيني بقلكن هيك بينعمل الحمص بالمطاعم بيكاترول وطحيني كتير لحتى نحصل على نكهة جدا رائعة بالحمص كمان هيك بنعمل بالطريقة التركية هون احباقي متل ما شايفين الضعف عند الحجم راح نشيله نهلأ ونحطن بسحين لا يتقدموا طريقة التقديم اليوم اللي راح اعملكم اياها او اللي راح اقدم لكم اياها طريقة جدا رائعة اه منا متل الطريقة التقليدية اللي من قدمها طريقة التقليدية بنبرومن الحمص بالصحن وخلصنا او بنعمل هيك فجاوات صغيرة ونحط زيت الزيتون اليوم راح نعملو بطريقة جديدة بطريقة حلوة وملفتي جدا للنظر ان شاء الله يرابطنا لاعجبكن بالبداية متل ما شايفين حطينا الحمص بهيدا الشكل وبواسط اي ملعة موجودة عندكم بالبيت بنعملو بهيدا الشكل احبابي ما تنسوني من اللايك الكتير كبير للفيديو وازا حبيتوا الفيديو عملولو الشير لو يصلى اكبر عدد من الناس ويستفيدوا من هالصحن المتواضع جدا ان شاء الله يراب اه هاي الطريقة التركية تعجبكن هيدا الشكل اكيد بيتقدم حد الحمص المشاوي بيتقدم حد الحمص الكفتة التركية في كتير كتير اكلاتي بيتقدموا طبعا حد الحمص الحمص جدا رائع ومغزي كتير متل ما شفتوا بعد ما عملناهم بهيدا الشكل رجعنا اخدنا الملعة وعملناهم بشكل معاكس ما تروحوا لبعيد لانه طبعا احنا هون عم نقسس الصحن لحنا بعد ما خلصنا ابدا هون على جانب احباقي عند الحمص حطينا ذات السمسم او لطحيني مرتين وخلطناهم كلها يتم مع بعض لحتى ننكه عندي الحمص بالاضافة لذات السمسم او لطحيني راح نحط عصرة خفيفة من الحامض بالاضافة لرشة كتير خفيفة من الملح هايدا الشكل ورح نخلطهم هلأ راح شيل الحمص راح حطهم بنص الورد اللي انا اه جهزتها او هيكي شكلتها طبعا هلأ بعد شوية راح نكسر هيدا اللون كلياته اللون الباهت ونلونه كلياته بقلوان جدا رائعة هلأ بعد ما حطينا الحمص المخلوط مع الاطحيني راح نجيب حمص بس مخلوط اه مع الملح ورح نحطو على الوجه من فوق اه بهيدا الشكل يعني منغطي الحمص الخلطينه مع الاطحيني هايدا الطريقة هون على جناب مترح ما اه دخلنا الملحة راح نحط النعنى هون عم نحصل طبعا على عم نكسر الالوان بالاضافة لتزيين الصحن ليعطينا اه شكل كتير حلو وطبعا طريقة التقديم انتو بتتحكموا فيها واختيارية بس انا حابة تقدمكم هاي الطريقة الوردة طريقة حلوة طريقة جديدة ان شاء الله يرابطنا الاعجابكم واكيد مع النعنى كتير طيب الحمص انو نحطو له الحار بهيدا الشكل راح نكسر الالوان كلياته بعرق مقدونس او بالنعنى الموجود عندكم بالبات هاكي منكسر الالوان كلياته على بعضه واكيد بالنهاية راح نضيف زيت الزيتون يلي راح يطيب لنا الحمص احبابي اذا حبيتوا المحتوى ما تنسوا الاشتراك بي كابس كلمة اشتراك اسفل الفيديو مع تفعيل الجرس انا هلا احبابي بدي ودعكن مع تحياتي حاشتقلكم كتير الى اللقاء باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة